أفدت مصادر محل عراقية أن صاروخ كاتيوشا سقط قبل قليل في محيط السفر الأمريكية في الساحة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد ولم يبلغ بعض عن وقوع إصابات إلى ذلك سقط صاروخنا داخل قاعدة جوية تضم جنود أمريكيين في محافظة صلاح الدين الشمالية البلاد فيما أفدت أخبار عاجلة وردت قبل قليل باستهداف موقع تابع للحجد الشعبي على الحدود السورية العراقية